البداية كيف يمكن أن نعنون هذه الزيارة مرحبا شكرا لدعوتي هي زيارة مهمة جدا لا أحد كنت أتوقع هذه الزيارة وأنا كنت أعتقد أن بايدن ربما يزور مدينة البيف على الحدود البولندية الأوكرانية في زيارة قصيرة خاطفة جدا كنت أعتقد ذلك ولكن بايدن يعني واضح أن بايدن إنسان شجاع جدا يزور العاصمة الأوكرانية في أخلال الحرب وكان اليوم صباح يوم إنزار جوي وبايدن كان في هذه الحزات في كيف كان نزور كاتدريتي القديس ميخايل في قلب العاصمة الأوكرانية كيف وهذه الزيارة هي إشارة رمزية وعملية قوية جدا لبودن أن العالم كله باقف إلى جنب أوكرانيا سيد ميخايل إذا ما تحدثنا بتفاصيل ما جاء على لسان الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مع نظيره الأوكراني بلاديمير زيلنسكي عقب المناقشات التي حدثت فيما بينهما الرئيس الأمريكي تحدث عن حزمة عسكرية جديدة سوف تقدم خلال الأيام القليلة القادمة إلى أوكرانيا كيف وجدتم هذه الحزمة؟ يعني الآن يدر الحديث عن تقديم دبابات حديثة ومتطورة إلى أوكرانيا من تراز ليو بارت الدبابات الألمانية وكان قبل ذلك ألوري حديث عن تقديم دبابات أبرامس الأمريكية إلى أمريكا تبعدنا الدبابات الألمانية هي تناسب الوضع في أوكرانيا أكثر لأنها ليست تقريمة للبابات الأمريكية ولكن كل المساعدة الإجنبية قائمة جدا وأوكرانيا ستحصل على كل ما تحتاج إليه من كل الدول أمريكا ألمانية من كل الدول لأن هذه الحرب ليست حرب بين روسيا وأوكرانيا فقط هي حرب بين عالمين العمل الحر والعلمة الدكتاتورية الذي تمثله روسيا الغرب لن يخزل عن أوكرانيا الغرب سيواصل المساعدة الأسكرية والرمزي إلى أوكرانيا هذا أبر حتمي طيب رئيس الأمريكي تحدث أيضا عن فرض عقوبات جديدة على روسيا سوف يتم الإعلان عنها خلال هذا الأسبوع برأيكم ما هي طبيعة هذه العقوبات التي سوف يتم فرضها على موسكو؟ العقوبات التي سيتم فرضها هي ستكون العقوبات اقتصادي في المقام الأول لأنه من المهم جدا خنق الاقتصاد الروسي الاقتصاد الروسي الآن هو قاوي حتى الآن لأنه روسيا دولة كبيرة في نقطة الغاز ومعادة المعادة التبيعية كل شيء ولكن الآن قد بات الاقتصاد الروسي يضعف شيئا من بداية الحرب حتى الآن نرى أن هناك تداهر في الاقتصاد وهذا التداهر سيزداد بعد فرض العقوبات الجديدة اقتصادية في المقام الأول طيب مؤتمر ميونيخ للأمن الذي كان قد عقد قبل أيام قليلة تحدث فيه المسؤولون عن الأوضاع الصعبة التي تواجه القوات الأوكرانية على الجبهة الشرقية وأيضا بخموت وتلك المناطق التي تقع في شرق أوكرانيا الآن بهذا الدعم العسكرية الأمريكية الجديدة الذي أعلن من طرف الرئيس الأمريكي جو بايدن من قلب العاصمة كييف برأيكم كيف سوف ينعكس على المعادلة العسكرية على الأرض خاصة في الجبهات الشرقية طبعا المساعدة الأمريكية ستغير معادلة النزال لصالح أوكرانيا أوكرانيا ستحصل على مساعدات أكثر فعالية وهذا سيؤدي إلى نجاح أوكرانيا في كافة الجبهات في الجبهة الشرقية وفي الجبهة الجنوية هذا مهم جدا خاصة الجبهة الشرقية الآن أعتقد أن القيادة الروسية قد فوجد بهذه الزيارة لا أحد كانت تواقع هذه الزيارة إلى أوكرانيا وهي دربة قوية على صمعة روسية روسية كانت تقول تؤكد أنها ستحصل ربما هنا السؤال سيد ميخاييلو لماذا جاءت هذه الزيارة بشكل مفاجئ؟ لماذا لم يتم الإعلان عنها مسبقا برأيكم؟ طبعا واضح أن هذه الزيارة أوكرانيا الآن دولة فيها الحرب الواضح خاطر جدا والآن الرئيس الأمريكي إنسان مهم في العالم هذا واضح ولذلك كانت الزيارة غير مولانا حتى لا تعرف روسيا عنها وحتى لا تعرض روسيا حياة الرئيس الأمريكي للخطر ولكن يبدو أن روسيا لن تجوا على قصف كيف هذه اللحظات لأنها تخاف من عواقب هذه الخطوة يعني طالما أن بايدن في أوكرانيا في كيف كيف ستكون مدينة آمنة هذه اللحظات وشكرا لبايدن السيد ميخيل والاندرينكو الكاتب والبحث السياسي كنت معنا من كيف شكرا جزيلا لك